هذا هو حال البطل العالمي لألعاب القوة جراح نصار الذي يتخذ من منزله معسكراً تدريبياً له بعد أن عجزت الحكومة عن توفير أبسط المقاومات الرياضية والتي حتماً لا تسوي شيئاً أمام رفع راية الله أكبر في المحافل الدولية في باحة هذا المنزل المتواضع يمارس البطل العالمي جراح نصار تدريباته اليومية والتي حصل من خلالها على الميدالية الفضية في أولمبياد توكيو الأخيرة ليحل المركز الثاني عالمياً إلا أنه بعدما رفع اسم العراق عالياً ما يزال يعيش حياة بسيطة لا ترقى لمستوى الإنجازات العالمية التي حققها الحمد لله قدرنا نشترك في أولمبياد اليابان والحمد لله قدرت أن أحصل على الوسيام الفضي بطعم الذهب شفت المنافسة كانت كلش قوية مع الروسي فرق سانتين ماحد فالحمد لله قدرت أن أرفع اسم العراق عالياً وقدرت أن أفرح الشعب العراقي والوطن العربي في هذه النجازة هذه الميدالية هداها جراح للعراق أول شيء أول وهو باليابان هداها بالعراق ورفع علم العراق عالي تسمع أخوي فجراح هون تدريبه؟ تدريبه بالبيت هنا يروح للسوق يشتغل هو عنده بسطية وبعدين يجي العصر يتدرب هنا بالبيت من يطلع برها شوي هاي جهال تذيب بالتدريب وهذه وهذه الحديدة يشمونها على واحد خافي يعوره والله شيء والله فيتدرب البيت هنا هدم البيت عليه جراح نصار البطل العالمي الذي حصد أكثر من عشرين ميدالية ذهبية خلال مسيرته في محافل عالمية وكسر الرقم العالمي برمي الثقل لقسار القامة يناشد الجهات المعنية للنظر بعين العطف والرحمة لابنه الذي يعاني شللان رباعيان مؤكدا أنه لم يتوانى للحظة في خدمة الوطن وحان الوقت لرد الجميل إليه ليس أكثر جراح عدي عشرين وسام ذهبي لا ملعب لا غاعمال حديد وأنت شفت الوضعية وضعية تعبان قدرنا نحن نحصل إنجاز بتاريخ قدرنا نرفوع اسم العراق عاليا فنطالد من الحكومة عدي أمنية هم يارات شوية عدي ابن مريض يحتاج لعملية خارجية يعني هاي أبسط شيء جراح ما يريد بس حقها يأمل نصار أن يجد من يسمع صوته ويستجيب لندائه في وقت لا يكافأ فيه الرياضي على مهاراته وبطولاته الرياضية في بلد من النادر أن ينظر إلى الكفاءات والمبدعين لينصفهم من ذيقار سعدة ركابية قناة الفلوجة